مشاهدي شوف تيفي تبارك الله عليكم في هاد البت مباشر مباشرة من مدينة وجدة جينا نقشو معكم اليوم واحد الموضوع لي مهم جدا جدا وزاف دع الناس لي كي هاضروا عليه لي هو شنو الرأي دي لكم فالمنتخابين لي ما كيفوش بالوعود ديالهم كما كتعارفوا آآ يعني اخوتي اخواتي قربات الانتخابات بهاد المعنى هادا آآ دفا كل كل واحد كيلغي بلغاه آآ بزاف دع الناس لي كي يوجدوا الانتخابات يعني كان حاملات انتخابية مقدر نقول لكم انا يا على مر السنوات مشيغي هاد 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 الايام جاية ولكن على مر السنوات الناس كتكتوجد اللي بكري بزاف آآ آآ النقطة اللي قديم بدي بها كتلقى آآ كينجوش على الانواع انتع المنتخابين كتلقى واحد المنتخب اللي مولى شكارة عنده الفلوس كيدخل واحد حزب سياسي وكي يترشح كيترشح وكي كما نقول احنا يا كيدخل بالفلوس ديالو ومسائل ديالو يعني واحد القوة كبيرة باش انه يجبد آآ آآ اكبر عدد ديال آآ المنتخبين بواحد طرق اللي داناء بطبيعة الحال المرقى والزرقاء والعشاوات والغلقاء وانتم احنا عارفين كل شي هاد شي هادا يعني ارا معروف فارتو ما غاليش نخبيوها كي النوع الثاني اللي آآ كي تختار بروفيل ديالو آآ لا اساس انه عنده واحد الكاريزمو عنده واحد تأثير واحد القبيلة ولا في واحد الجهة وعنده واحد من الناس اللي آآ واحد شخصية لي مؤترة وخايب يكونوا ما عندوش فلوس ولكن واحد شخصية لي مؤترة اللي غادي تقدر تجيب آآ اكبر عدد ديال الاصوات احنا كنا عارفو وانتخابات كانت تخبت ديال البرلمان وكانت تخبت آآ آآ ديال establishments ودية الجهات ودى الجماعات وكان جمعت هالأمور قد تلقى الانسان في الول كي يجي عنده واحد الناس سلام عليكم تبارك الله عليكم هما مجموعة لكن السلام وحسن الله أخويا حسان سامير تبارك الله عليكم الجميع اللي حضروا معنا وهذا موضوع مهم جدا منتمنى أنه يكون واحد نخاش اللي يزوين وقعنا نقشوا بيناتنا وقعنا تعتونا أفكارات ديالكم وتعتونا الملاحظات ديالكم ايا ايا تبارك الله عليك تحية الناس العيون سيدين لوك وتحية المغاربة كاملين نكملوا الموضوع ديالنا اللي قلت لكم كي يجي واحد كيمشي غد نبديو حنايا بالمناطق اللي اللي كي تشكوهم هاد القضيين المنتخبين مثلا غد نعطيكم أبسط مثال اليوم سيمو حسين عبدو مرحبا غد ندخل عندك الخاص أخويا مهم اليوم مشينا صورنا في واحد المنطقة في واحد المنطقة في اقليم بركان بالضبط واحد المنطقة واحد دوار اسمته دوار قيش جو تابع واحد جامعة نسيت اسم ديالها ولكن قيم جيت اقليم هاد دوار شنو قالوا لي بالضبط وباقي يعني الروبورتاج باقي يعني باقي كما نقولو احنا يا باقي عندنا في في صفحة ديال شوف تيفي طباك لأسي حسن شكران وجدا كارون تويت تحيي ناس تعوجتها شنو قالوا لنا انا سولتهم بجموعة ديال اسئلة اخوتي اخواتاتي قال لك ما عندناش تخينوا توما في هاد الوقت في 2021 واحد دوار ما عندوش لما تخينوا توما ما عندوش لما احنا باش وصلنا بالطوموبيل يعني قريبة عشرة كيلومتر غلاب بيست يعني باش غادي تدوزم توما يعني تكرفيسة خسك تمشي غيب دوزيام والناس عندهم الطوموبيلات عارفين تفرعوا روايض اللي ما كانش عندك كات كات يعني ما تقدرش يدخل تمك تاني حاجة يعني هديك المنطقة تبارك الله منطقة فلاحية فيها مزارية تعرمان تعرمان والشين يعني الليمون ومجموعة ديال 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 فواكه هاد الناس محروم ينو المدخيل وانتوما هاد الناس كي كي يبغوه يمشي وزقيوا الماء ثلاثة كيلومتر باش يمشي وزقيوا الماء باش يجيبوه والاخطر في الامر انه هادوك الناس كي يخدموه الفلاح يعني الفلاح كي يخرج كي يخرج مع السبت على الصباح كي يدخل كي يرجع مع السبتة ديال العشية قالور فالنهار ما كانش ليسقي الماء قالور هادوك العائلات اللي تلمشنو كي يدير ولا وخرجوا الوليدات ديالهم القراية علاش غير باش يسقيوا لهم الماء كي يمشيوا بالحمير حاشاكم كي يمشيوا بالبيكالات بطريب بورتور بكتا هادي لبعد الضواوير مجاورة باش كي يسقيوا لهم باش كي كي ما اقولوا حنايا باش يسقيوا لهم اقول مع دلمرات اللي كي يسدعوا لهم اكي يعطوا مش للماء كان مع دلمرات كي يقولوا من الله خسكم تخلصوا معنا يعني ناس مكرفسين بزاف بزاف السؤال هو اللي سولتهم سولتهم عليه قلت لهم هاد هاد الضوار ديالكم اللي منتابع قلوا لي الجماعة الوفرانية قلت لهم اخوان واش هاد الناس اللي مبتلين ديالكم ديال الساكينة هاد الناس اللي انتخبتوا عليهم انتهم واش مكي يجي واش عندكم هاد الناس هاد الرئيس عالجامعة والنواب دياله واش مكي تفكروكم واش مكي تفكروكم واش ما قلتولوش قال لك لا رح ناكل مرة كي يمشيوا عنده مرة يستقبلنا مرة ما يستقبلناش مرة كي يجيوا عندنا غي كي يتعسفوا واه راكم راكم مكرفسين هنا يا الله يحسن نعمانكم وان شاء الله يكون الخير الدوهم شي خمس سنين وهم يكون الخير مش هاد غي يكون الخير يكون الخير احتى وصلت بيوم الدرجات يكون ولدت عذاك الدوار تبارك الله عجبوني قارين ووعين داروا جمعية اللي كتدافع لما طالق ديال الدوار في الخرد حقني واحد السيد قال لك قال لك حناية حناية قال لك هاد الناس هادو كي يجي يدروا معنا غي صلة الرحم من انتخابات الانتخابات وكي يوعدونا بواحد الوعود اللي ما كي يوفيو شبيعها يعني هاد الشي شنو غني نقول لكم غريب وعجيب يعني هاد الناس هادو ضحية ديال واحد المنتخابين فسدين هاد المعنى واحد المنتخابين اللي يستغلوا العقول الضعيفة والتدرواشية والنية ديال ديال المغاربة هاد الناس ما عندهمش لما ما عندهمش طريق ما عندهمش مستوصف تخيلوا انتوما كي يقول لك بعض المرات كان السيدة اللي كي يديوها تولد خصها بشي تولد حتى المستشفى الدرق في بركان يعني خصها كي نسلي ولده في الطريق يعني يعني هاد الشي غير في المشتم غير في الصيف ناهيكا عن يعني المشتقة اللي كانت تكون الخاضيات سما يعني غير في الصيف وكل ما والبرد يعني ما تدخلش يعني هادو كل النس يعني باش غير فيوصل عندهم ما شققت لأن النفوس اللي بغيت نقول لكم أنه كان بعض المنتخبين وغلين منتخبين اللي كيرش حراسهم كي يجيو يغدين هدر بصيفة ما بغي في البديو ولا في المدينة ولا في أي بلاسة لكل منتخبين كي يجيو وكي يتو مجموعة دي الوعود كديمة والطريقة كالآتي كيدخل لجوجل سمعوني مزيان كي يجيو واحد كيدخل لجوجل يدخل لجوجل شي جامعة ولا شي برنامج انتخاب ينتع شي منتخاب ويجي يفتع لهم غادي نديلكم ملعب القرب غادي نديلكم مستوصف غادي نديلكم الطريق غادي ندخلكم الضو غادي نديلكم الماء غادي إن شاء الله نديلكم دار الشباب لهيه وإن شاء الله غادي نحاولوا ندخلوا هنا نستثمار نديرو كمشي معملو كده ورعدنا هنا الرمان وغادي نحاولون هاداك المعملو هاداك الرمان رضو هراي بحرابي جاميلة ونبيعوه ومجموعة الأمار كي يرمعين لهم الغبرة كاين اللي كي يجي كيرش هادا 300 درهم هادا 500 درهم هادا 200 درهم كي يحسبتم مشحال الطوطال الاسوات وكي ديال بي جي دياله ودهك شيرة غادي من بعد يخرج مدر الشاب ضروري يعني كي ينسافقات اللي كي يلعبو فيهم اه وكي ديوزو دي مارشي والشركات وكي ديو بورسونتاش ديالهم هاداك شي كنعرفو يعني واضح مغربة ماشي أغبية مغربة دكياء بزاف مغربة قارين عارفين عارفين بلي انت منتخب ديوز مارشيات تفوتوا صاحبك تقول له خليلي خليلي 20% وحيد الارتكلي وفلاني مغاليش يتخدم هاداك الأمور عارفين يعني أمور واضحة جدا يعني ما كان لاش نتحكو على المغربة هادا المعناة هادا يعني كي يجي ندور مع الناس الفيشطة كيديروا الفيشطات الناشاط يديروا بخيمة كبيرة فيها الماكلة سيمانة والقصة هاداك تخبو عليها تديروا له هاداك فعلوا له هاداك وهي غادي هاك الأمور ينتخبو عليها من بعد كي يرجع أنه كي كاتبشي عنده صافييني ما كيستقبلكش ما كي تدهاش فيك علاش الحقاش انتبعت صوت ديالك انتبعت صوت ديالك انتخبتش عليها كي ما انتخبتش عليها ما انتبقتانا ينبزفت عن الناس كاتبشي عنده ويقولك هاداك مدر لنا شو ما فعلنا شو ما رجية كتلقها تطلع علاش لنا هاداك لي كان يقول لك مدر لنا شو ما فعلناش مدر لنا شو ما فعلناش النفس المسؤول غدي يجي عنده غدي يعطي له تحت الطاب لشي انفولوب لشي حاجة غدي ينتخب عليه كي تقول لك ما عليش رجي قصدنا واشي مشكة نعطوه فرصة اخرى يو هادي وارا والله لا تهلا فينا وراح نتبشينا تعشينا وكده وهدي صافي عشا هاداك سيد كي يدي منه شو غني يقول لكم بالزبابة لي لفلوس صافقات ما عارفة خليوني ساكتين هاداك الشيرة الناس رام عارفين كينا بعد المسؤولين اللي كي يديك غي غي كي ما نقولو احنا يا غي 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 بالزبابة ما يدي لك تلعبه وعندنا بعد 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 نماديش بعض المدن دي منطقة الشرقية يخص وزنفوز كانت في شي عندو كي استقبل لك في البيرو ما كي يدر معاك كي مارس عليك السياسة بها بالمعنى مارس عليك السياسة وعندنا عليك الغبرة نعم يا سيدي صافي يا سيدي وان شاء الله غالي كداو كي يخرج ما 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 كنت لعبه صافي مارس عليك السياسة ودهنك ونت تخرج صافي يعني قنعك عنده خطاب سياسي إنه أصلا سياسي كي مارسهم أطر سياسي يعني عرف كي يدير يمارس سياسة كان بعض المسؤولين اللي كي يستعطفون نسبة بالخطاب الديني ما قال الله ما قال رسول وحنا وكدا وهدي وحنا التوجه التوجه الإسلامي دينا وكدا ما قالش نقصد حزب واحد را كان مجموعة لأحزاب إسلامية نقصد يعني بزافة الناس اللي كيتعملوا بها بطريقة هذي غادي نقرأ بعض لي كومنتر آآ أصلا أنا حرامي ويوفادي وعود عنده وزاو 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 وش ما يتقول نيشان خويا سيري آآ باش عبدور بيه آآ خاية كل شي كان كان بعض مسؤول إنه زهاء ولكن ما غيبانوش وسط واحد الصندق اللي احنا كيقولوا ما طيشا خانزة كتخنزها على الصندق وحنا غادي نقولوا صندوق ماتشا خانز غادي يخنزها على ماتشانقية بهذا المعنى هذا هو اللي يولينا في حنا يعني المثال التقلب آلور يعني السيجا مال شبارك الله عليك زميلي العزيز يعني كما كان نقولوا حنا يعني مجموعة لأمور من اللي متأك نشوف الحملية خابية خيبر خيبر يا يهو الجايش ومحمد سيقعد شنو يبقى هوش أخوين ترك مشيث احنا كفار ولا شنو ولا انتا يا مسلم وهذا كنا السلام يدون حملها من شي مسلمين هذا اللي كان نضع ليه الاستعطاف بالدين الضحك على العقول بالدين يعني كنا واحد اللي ما بقيت اليوم الناس عقد فقط كنا واحد اللي بقيت كيجي بن عدم مقال الله ومقال رسول زيان احنا كاملين مسلمين وكان نحمقوا على الرسول صلى الله وسلم وكان نحمقوا على الدين دياننا وكان نتبعوا كان احنا نغلطوا وننصلي ونقدرون نعصي ونقال مجموعة على الأمر وكان الحمدول لله مسلمين يعني بين الفيطرة وعنقتينا ومجموعة ديال الأمر وكان احترموا احتد ديانات الخرين مغام مسيحي والعيهودي وصل الله رسول صلى الله عليه وسلم قال لهم لكم دين وكم وليا وليا دين يعني كل واحد مقتعنا به بالأخر ولكن باش تجين تشد وحد تلبس وحد تجين باب اللي ما شيد يالك وكتلعب على العقول تعال الناس تفهم بواحد النقطة اللي إحساسها عندهم باش أنهم من بعد تدير فيهم ما بغيت وهذا شي اللي رجعنا فيه اليوم شوفنا غريب كامل في جماعات في بلديات في جيهات مجالس جيهات في برلمان في جمع هذه الأمور يعني يعني كغالي نديروا نحاربوا هاد القضيين تعرفوا عدو كاذبة وهدو كل الناس نفسهم اللي 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 يخدلونا تولي وتصوطوا عليهم كغالي ندير كيجيوا الناس كيقول كغالي نقاطع مقاطع أخوتي مش يحل مش نقاطع انتخابات مش يحل صراحة لنعلاش شوفو غالي معادلة هدي معروفة كي غالي تقاطع أنا ما انتخبش وهدك ما انتخبش قدي يجيوا وحد الناس اللي يديه لهذاك سيد غالي ينتخبوا عليه حنا اللي كتر ما انتخبناش ألورش كلي غالي يكون في السنادق الأورق تكون في السنادق الشير دي ما دي لهذاك سيد العصابة دي هده حجلت التخب عليه وطلعوا وحنا يبقوا نقول لها ورحنا قطعنا ورهم تخرب يقول لهم مكان لها تخرب يقول لها لعب انتوا ما لعبتوها قال لها بنانو يمشيت تسجل في انتخابات وما حد انتخابات ما زال ما جاتش شنو نديره نختاره واحد الناس منه كي يلاقي حانت على حرارة ولي مش موعة دي كل المدينة تختار الشاباب دي هاللي شافون مناضرين وقدروا الاخر ويدنوا في واحد لائحة الشابة وتفهم المدينة كاملة انه ونصوتوا على هدك الناس ونطلع هم يمتلون والله وكان نديروا بحال هكا غالي تنقد اه اه اما يبطون خص الشاباب يدخل لعمل حزبي يدخل السياسة يدخل لهذه كلتها حزابي بيك طلع يدخل باش باش الى دخلوا هذك الناس غالي تطيح واحد القيادين كبار في مجموعة دي الاحزاب اذا كنت واحد الكتلة كبيرة غالي تطيحهم في المجالس دي لهم السياسية في الشببة دي لهم غالي تصفى هذك الحزب وغالي يفهيه الناس نوزها وغالي يفهيه الشاباب يتطر سياسيا مجموعة ما كانش عندك معي الاحزاب ترشح حر القانون يخولك انه ترشح حر سبول وصير سبول جاند ايو كيفش كن مثلا اني انسان يكون نقيه ما كنت عنديه حزن ولا شي توجيه لفشكال ولا الشعجة للنظام ولا هذي اني انسان يكون نقيه هذي ويمشي ترشح وينتخب وينتخب الناس ويمتل السكينة ويتقاتلت هوا هكا كنظن انا هو التغيير في الخطابات جلت المالك المالك محمد السادس نصره الله وياداه والله يشافه لنا ديما كيقول بلي انه انتو مالك نتخب واحد الناس يعني احنا نتخب واحد الناس ومن بعد كان نبقى ونغوته ويك ويك اعباد الله اه ما داروا الناش احنا نتخبنا وكي كان حصلوا آسين زادوا علينا في البوط آسين زادوا علينا آسين انا احنا نتخبنا واش انت تغلطوا سيدنا اذا يصحح انا ما يمكنش احنا 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 نقرأ واحد لنا زعيطر احنا ما خصناش قوات القشاو وش البرنامار خصنا لي يخدم البلاد والشعب ما شي يخطف ويسرق ويخدم مصارع راسل ما يبيعوش الاسوات هادش دي كان هدرع دي خاص خاص بالنسبة يمشي ينتخب وما يبيعش الاسوات يعني نختاروا الناس اللي عارفين هم نوزاه كما كان قولو احنا يعني واحد الناس اللي نوزاه هم اللي غادي قدروا يعني غادي نديروا واحد تغيير كبير يعني انا صراحتان انا باش خطارت هاد الموضوع اليوم الناس ما عندهم لا مال لا طرق لمستصف لا ما عندهم تالشي حاجة مساكة وجماعة عندهم جماعة ديناهم الرئيس ونوى باش كنديروا هادوك هادوك الناس واش هذيك جماعة ما عنده شي ميزانية واش هذيك الجماعة فهمش فهمش هادوك ما هذك الناس هذك 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 المستشار ويش كنديرو تمو ما كل جامعة عندها ميزانية ديالها كل مثلا مجلس الإقليمي ديال البركان شنو كي يدير تماما شنو كي يدير تماما احنا كنعفوب للمجلس الإقليمي ديال البركان هو وارع عنده الإقليم كي يشتغل في البوادي وفي في المجال القاراوي كذلك على مستوى الجهات الجهات الشرقة هي تخدم على المستوى ديال الجهات في المجال القاراوي كما كنقوله احنا يعني مجموعة ديال الأمور أخوتي اللي كنشوفوها صارحة يعني ما ما بيزار نشوف انتهية كنتمشي في 2020 دخلين 2021 في زمن التطور والعلماء والتكنولوجيا دوار ما عندهش طريق وما عندهش لما عباطلة ماشي تحمق احنا نقول لهم مسؤولين ماشي كاملين تقول الله شوية في هاد الناس هادو وخدموا واللي ما يقدرش يخدم يخلي الناس اللي بغاية تخدم قوش تخدم ناس لا اقتلها فاقتوا يمكن انه غادي يكون شي مفاجأة كبيرة في انتخابات الجاي لانه المغاربة صرتوا في هاد زمن ديال كورونا فاقوا بزاف 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 اذا اخوتي اخواتي كنتوا في هاد البتل المباشر يعني اه من مدينة وجداء اه كما كنقولوا احنا يا يعني اه هضرنا على المسؤولين اللي ما كانوا فيش بوعود انتخابية ديالهم كانت منه انه ان شاء الله ربي يرفع علينا هاد الوباء والبلاء وشكرا على التتبع ديالكم وتحياتي وتبارك الله عليكم